من لمباركية بدأ وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة أولى زياراته الميدانية منذ تسلمه الوزارة جولته التفقدية هذه تأتي في إطار جهود تطوير المنطقة التي باتت من أبرز وأشهر معالم البلاد لما لها من مكانة تراثية وتاريخية جعلتها منطقة جذب سياحي جهاز فريق معني في تطوير المنطقة المباركية عند بعض المخترحات سوف تضمن اللواح القادمة بحيث يكون إن شاء الله بصدد توحيد جميع اللوحات العلانية للمحلات بحيث تكون لوحات موحدة وتوفير بعض الخدمات التي تحتاجها منطقة نتيجة الكثافة من الناس المفتدين لهذه المنطقة البلدية تتعكف بالتعاون مع الجهات المختصة على خطة تطويرية تستهدف أسواق المباركية والخدمات المقدمة لروادها أنا من ناحتي طلبت من معايا الوزير وأيد على أن يبقى السوق كما هو تراثي معلم تاريخي يقصدون الناس من كل مكان وأيضا معايا الوزير وعد أو يعني بلق الجهات المسؤولة أن يهتمون في النظاف كان هناك ملاحظات على النظافة في المنطقة لكن حقيقة والعذور يعني يقدم للأخوان اللود العالي لمرتادين هذه المنطقة لا تتناسب وحجم عقود النظافة الخاصة في هذه المنطقة راح ينظر لها بإذن الله وحول جديد المشاريع التطويرية كشف الوزير الشعل النقابة عن دراسة تستهدف تطوير أرض مقابلة لأسواق المباركية خطوة ضمن عديد جهود لتنظمات لازمة لرواد أقدم أسواق المنطقة وأكثرها جذبا للسياح